يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون سعيدة جداً أني بقابلكم كل أسبوع أتكلم معاكم عن كتاب جديد رواية مختلفة نشوف مع بعض إلي بيحصل حوالينا من خلال الحياة الثقافية بشكل عام النهاردة عاوز أبدأ كلامي معاكم عن مصر حقيقي مصر جميلة جميلة بماضيها جميلة بسحرها جميلة بحضرها ومستقبلها اللي كلنا بنحلم به مصر جميلة على مر الزمن وعلى مر كل العصور ولما بنقول مصر بتتغير ده مش مجرد كلام ولا هي شعارات إحنا فعلاً دلوقتي قدام واقع جديد وفعلاً جمهورية مصر الجديدة فيها مشروعات في كل مكان تنمية حقيقية في كل المجالات فكري مختلف بيراعي كل تطورات العصر رغم كل الصعوبات اللي بنمر بيها حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل في حياتنا عمرها سنين وسنين بنحاول نحلها إرادة قوية قيادة محققة أهدافها ومحققة وعودها إحنا النهاردة في يحكى أنه هنتكلم عن أهم وأطخم إنجاز عملته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة هنتكلم عن آيكونة الجمهورية الجديدة هنعرف ليه كان مهم أن يكون فيه عاصمة إدارية جديدة وإيه الاستفادة منها وإزاي هتساعد على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وده من خلال كتاب مهم جداً هنعرضه على حضراتكم النهاردة وهو عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة للكاتب الصحفي الأستاذ محمد إبراهيم وإحنا النهاردة بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة ما كانش ينفع ننسى مدينة ما كانش ينفع ننسى تاريخنا كمان هنتكلم عن القاهرة التاريخية تراثها الجميل الساحر وده من خلال ضفنة اللي هنورنا المهندس والباحث فيه التراث الثقافي الأستاذ كريم بدر واللي شارك فيه كتب ومقالات أكاديمية ومشاريع وصور فوتغرافية عن القاهرة التاريخية